المسألة الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا هنا تقرير ماذا؟ توحيد الربوبية هنا ذكر الشيخ توحيد الربوبية ومن ربوبية الله سبحانه وتعالى أنه هو الخالق وهو الرازق وهو المحي هذا يتعلق بماذا؟ بتوحيد الألوهية ولم يتركنا هملا ماذا؟ أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل إلينا وإلى الأصل هو الفطرة هو عبادة الله سبحانه وتعالى ولكن أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الكتب لتعريف العباد بربهم ولكي يرجعوا إلى ربهم وهنا ذكر الشيخ ثلاثة أمور أول شيء الخلق والرزق والرسالة فأن الله تعالى هو الخالق هذا ما يدل عليه كما قال تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُهُ هذا يدل على الخلق أن الله خلق البشر وأيضاً جاء في قوله تعالى الله خالق كل شيء فهذه كلها تدل على ذلك لكن هناك أيضاً أدلة عقلية الله سبحانه وتعالى يخاطب الناس في كتابه ويبين لهم بعض الآيات حتى يقرب للناس مثل هذا عندما جاء في قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون لا يمكن أن يكون هناك خلق بلا خالق فهل يقال أن هناك خلق بلا خالق فإذا قلنا ذلك نقول هذا عبث الناس خلقوا من غير شيء لا يمكن وإذا قلنا أن الناس خلقوا أنفسهم لا يمكن أيضاً هذا أيضاً عبث ولذلك نقول أنه لا بد من خالق والخالق هو الله سبحانه وتعالى ثم قال الأمر الثاني أن الله رزقنا وهذا يتعلق بتوحيد الربوبية أيضاً والدليل عليه أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين أن الله يرزق من يشاء بغير حساب بعد ذلك جاء فيه ما يتعلق بأمر الرسالة وذلك أن الله تعالى من رحمته أنه كما قال المؤلف لم يتركنا همل بل أرسل إلينا رسولاً وعندما جاء في قوله تعالى أي حسب الإنسان أن يترك سدى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق والغاية من الرسالة هي طاعة الرسول المرسل أن يطاع بما جاء وما أرسل من رسول إلا ليطاع بإذن الله فهذا متعلق بالرسالة وأيضاً الحكمة من إرسال الرسل هو لهداية البشرية وأيضاً إلى أن يستقيم الناس على الصراط المستقيم ترجمة نانسي قنقر